الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد الصورة دي في فلتر ولا من غير؟ جولة بنسمعها كتير الفترة الأخيرة بعد انتشار ظاهرة استخدام الفلاتر في الصور لكن الجديد اللي بنسمعه الأيام اللي فاتت هو فلتر العروسة لدرجة أنه عمل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر مؤشرات البحث فيها ترى إيه حكاية فلتر العروسة؟ وإيه مدى اخترته؟ ده اللي هنعرفه في تغطيتنا تابعونا على مدار السنين اللي فاتت نجح التطبيقات في تعديل الصور والفيديوهات في الانتشار سريعا بالمستخدم الهواتف الزكية على مستوى العالم وبيعتبر أكتر تطبيقات تغيير وجه شهرة هو تطبيق فيس آب وتطبيق تحريك صور الموتة وتطبيق فيس بلاي أو زي ما بيقولوا عليه فلتر العروسة وأثار فيس بلاي تطبيق فلتر العروسة ضجة كبيرة خلال أيام اللي فاتت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا البنات والفلتر ده بيتم استخدام تأثيراته مجانا لتغيير ملامح الوش وفاكرة التطبيق هي تركيب صورتك على صورة وجسم عروسة لبسة فستان أبيض وعمل ميكوب كامل وانتشر تطبيق تعديل الصور أو فلتر العروسة فيس بلاي في عدد كبير من دول العالم هم بينهم مصر وأصبح التطبيق الأقصر شهرة مع فلات مخصصة لبنات لبسة فستان فرح ده غير عدد كبير من الإطلالات والعدسات الخاصة للتقاط الصور وفيديوهات اللي بتاعت تاخد من عدسة التطبيق نفسه من غير ما تخرج منه وبيساعد برنامج فيس بلاي البنات على تركيب صورهم على صور وأجسام عرائس وهمية ومتثبتة على التطبيق ولبسة فستان فرح أبيض ده غير بنات تانية كتير على نفس التطبيق لبسين فستين صهرة تايلندية وأزياء صينية وأشكال مختلفة كتير تانية ويمكنك ببساطة أنك تاخد صورة وتركب وشك على فيس بلاي باستخدام صور العرائس عن طريق اختيار أحد التأثيرات السابتة أو المتحركة والصورة النتجة هتكون عبارة عن مقطع فيديو قصير بيتيح ليك التطبيق مشاركته على منصات التواصل المختلفة زي تيك توك وإنستجرام وفيسبوك طيب هل التطبيق ده بيمثل خطورة على البنات اللي هتجربه أو جربته؟ أكيد آه لأن التطبيق بياخد صورة المستخدم وبيحطها على فيديو كأن الشخص بالفعل هو اللي في الفيديو بدون أي أخطاء وخطورة التطبيق كمان ممكن تكون في إمكانية استخدامه في فيديوهات خادشة للحياة من غير مصاحب الصورة ما يعرف وده طبعا هيسبب مشاكل كبيرة وخطورة التطبيق ده كمان ممكن تكون في إمكانية استخدامه في فيديوهات خادشة للحياة من غير مصاحب الصورة ما يعرف وده طبعا هيسبب مشاكل كبيرة كمان ممكن استخدام الفيديوهات دي بطرق غير آمنة أو غير قانونية والحقيقة أن خبراء التقنية حذروا من النوعية دي من البرامج اللي بتنتاج خصوصية المستخدمين واللي لا تخلو من المخاطر لأنها بتمتلك وصولا خاصا لمعرض السور وبيانات المستخدم الشخصية واللي بيتمكن من الوصول ليها بعد تسجيل الدخول باستخدام أحد الحسابات الخاصة به ووضح الخبراء أن مع وجود الكتير من تطبيقات تعديل السور وتغيير الملامح لم تقم الشركات المطورة لها في اتخاذ أي إجراءات لحماية خصوصية بيانات المستخدمين وفي بعض الأحيان بيكون الهدف الرئيسي لهذه النوعية من التطبيقات هو اختراق هواتف مستخدميها وسارقت كلمات المرور والبيانات الشخصية زي السور والمعلومات المهمة المحفوظة على الهاتف مع العلم أن التطبيق ده تم تطويره في روسيا وتعد ألمانيا الأكثر استخداماً له ولقى شهرة مؤخراً في مصر وبكده تكون انتهت تغطيتنا شكراً لكم وإلى اللقاء